أعزائي طالبات الطالبات السنوية العامة طلاب القسم الأدبي داريسي مادة الجغرافية أهلاً ومرحباً بكم النهاردة أعزائي بنتقابل علشان نبدأ مع بعضينا حلقة مهمة جداً من سلسلة حلقات قادمة هنتكلم فيها على الخريطة السياسية العالمية وتطور هذه الخريطة وما بها من مشكلات المشكلات دي ممكن تبقى مشكلات سياسية يعني دولتين بيتنزعوا على مدينة على منطقة حدودية بينهم ممكن تكون هذه المشكلات مشكلات اقتصادية يعني مشكلات على المياه في الأنهار في البحيرات المشتركة وكذلك مشكلات على الطاقة أو مشكلات اجتماعية بس بتترك زلالها السياسية على الخريطة السياسية العالم زي مشكلة الأقليات ومشكلة الهجرة يلا بنا يا عزي نبدأ مع بعضينا تطور الخريطة السياسية للعالم ومشكلتها تطور الخريطة السياسية للعالم ومشكلتها حالياً خريطة العالم يا جماعة بتضم أكتر من 200 دولة أي وطبعاً عندي أكتر من 200 دولة موجودين في العالم في 193 دولة من هذه الدول عندهم أعضاء عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة ودي منظمة عالمية بتضم كل الدول المستقلة على مستوى العالم ولها أهداف عامة ممكن يجي وقتها ونتكلم عليها إن شاء الله في حلقة جاية في مجموعة دول عضويتهم غير كاملة يعني مثلاً دولة بتاخد حق الإشراف دولة مراكب مثلاً زي دولة فلسطين ودولة الفاتيكان كمان يا جماعة في مجموعة دول ليسوا أعضاء أصلاً في الأمم المتحدة حتى الآن يبقى أنا عندي مجموعات متنوعة من الدول على خريطة العالم السياسية يلا بنا كده نتأمل معاً يا جماعة خريطة العالم السياسية قبل الحرب العالمية الأولى لو نظرنا للخريطة اللي قدامنا دي هتلاقي إن في حاجات موجودة مش موجودة دلوقتي على خريطة العالم أيوما هده المقصود يعني الدنيا اتغيرت بص كده على مصر هتلاقي مصر والسودان لون واحد أيوما هي كانت مصر والسودان تاج واحد وهتبص كده هتلاقي مكتوب عند تركيا كده فوق في شمال مصر عند البحر المتوسط فوقها هو مكتوب الدولة العثمانية الله أمال فين تركيا يا سيدي ما احنا بنتكلم قبل الحرب العالمية يعني كانت لسه خريطة العالم لم تطرق عليها التغيرات الحالية وعندك في أسيا هو وكمان في الأمريكاتين دول كتيرة جدا جدا ومستعمرات كتيرة جدا تعال كده نشوف بقى مع بعضينا لو تأمننا خريطة العالم بقى بعد بقى لما العالم حصل فيه تغيرات بدأت تحصل وتتفكك امبراطوريات تنهار دول تنضم دول تنفصل دول عن دول وده سنة الحقيقة لأن خريطة العالم السياسية زي ما قلنا كده في أول حلقة لو فاكين كائن حي يعني بيتغير باستمرار طيب لو عايزة أتكلم على تطور خريطة العالم في القرن العشرين بقى في تغيرات حدست يا جماعة في أوائد القرن العشرين التغيرات دي يمكن كانت من فترة لفترة لها أسباب مختلفة هنشوف دلوقتي لكن لو هنحب نقول أصر الحرب العالمية على خريطة العالم يعني كيف أرخت الحرب العالمية ظللوها على الخريطة السياسية العالمية حدثت تغيرات سريعة حيث اختفت دول وظهرت دول جديدة وتغيرت حدود دول يبقى عندي دول اختفت وعندي دول ظهرت وكمان حدود دول اتغيرت إما ان هي زالت أو نقصت حدثت أيضا تغيرات سريعة حيث اختفت امبراطوريات مثل الامبراطورية العثمانية والامبراطورية اليابانية يمكن الامبراطورية العثمانية مش موجودة فعلا دلوقتي لكن اليابانية أي نعم مساحتها قلت جدا لكن لسا النظام الامبراطوري مازال موجود نظام شرفي كده في اليابان ويمكن دي الامبراطورية الوحيدة اللي موجودة على مستوى العالم دلوقتي ده نتيجة التغيرات اللي حدثت في خريطة العالم حدثت تغيرات سريعة كمان حيث انقسمت دول مثل انقسام دولة ألمانيا إلى دولة ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية يبقى في ألمانيا شرقية وألمانيا غربية وكان بينهم سور اسمه سور برلين ودي قصة كبيرة جدا ممكن نخش كمان على بنك المعرفة المصري الإيكي بي ونبحث عن كل هذه المعلومات ونشوف الحرب العالمية وأثارها حنلاقي معلومات جميلة جدا بصراحة طيب ده بالنسبة للتغيرات اللي حدثت في قبل الحرب العالمية بعد الحرب العالمية الأولى طيب تغيرات حدثت بقى في النصف الثاني بقى من القدن العشرينية ترى ايه هي أثارها على خريطة العالم مع بدات الخمسينيات ظهر الاستقطاب العالمي بين قوتين متنازعتين على السيادة العالمية هنا بقى دخلنا هوا يا جماعة حيبدأ يظهر لقوتين كبار جدا بينطحوا بعضيهم على مستوى العالم مين يسيطر أكتر مين يستقطب مجموعة أكبر من الدول أكيد علشان خدمة مصالحهم أول هذه الكتلتين فيه عند الكتلة الشيوعية في شرق العالم ودي بزعامة الاتحاد السوفيتي يبقى دي أول قوة موجودة في النصف الشرقي من العالم اسمها الاتحاد السوفيتي وبينتهجوا النظام الشيوع في الاقتصاد طبعا هنبقى نتكلم عليه لما نيجي نتكلم على النظام المركزي واللا مركزي في الاقتصاد بإذن الله فيه عندي بقى الكتلة الرأس مالية ودي موجودة في غرب العالم يبقى كده عندي ميزانين اهو للقوة العالمية كتلة شرقية تعادل سوفيتي كتلة غربية في غرب العالم بنسميها الكتلة الرأس مالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية يعني بتنتهج السياسة الرأس مالية في النظم الاقتصادية في الدول التابعة لهذه الكتلة ظهور مجموعة بقى من الدول رفضت ولا هي عايزة تنضم يا جماعة إلى الكتلة الشرقية ولا عايزة تنضم للكتلة الغربية طب يا جماعة انتوا هتروحوا فين قال احنا مجموعة من الدول سنرفض الانضمام لأي من الكتلتين دول عدم لانحياز ايوة يعني مجموعة دول رفضت الانتماء للكتلة الشرقية او الكتلة الغربية يعني لم ينحيزوا شرقا او غربا هنا ممكن نطلق علي يا جماعة الحياد الايجابي عشان يستفيد من الكتلتين وكانت مصر من أولى الدول المؤسسة طبعا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لهذه المنظمة واشتركنا في مؤتمر بان دونج في اندونيسيا سنة 1955 وبقينا اعضاء في هذه المنظمة واحنا طبعا من الأعضاء المؤسسين في عندي معلومة اسرائية بتقول مجموعة دول عدم لانحياز بقى هو مش هيسألني فيها بس انا اعرف يعني ايه تعرفها يعني ايه مجموعة دول عدم لانحياز اها هي مجموعة من الدول تأسست عام 1955 بتضم الدول التي وقفت على الحياد بين المعسكر الشرق والمعسكر الغربي ودلوقتي تقريبا عدد هذه الدول وصل حوالي 114 دولة طيب ده بالنسبة للتغيرات اللي حدثت بعد الحرب العالمية وفي النصف الاول من القرن العشرين تعال كده نشوف تغيرات حدثت في اوائل القرن العشرين بقى جماعة وده بيعتبرها العلماء هي اسرع تغيرات حدثت يمكن ده بيسموه كده الزلزال القوي في الخريطة السياسية العالمية اللي هزت فعلا كله اركان الخريطة السياسية العالمية يا ترى ايه يا بقى تغيرات اللي حدثت في اوائل القرن العشرين وبيعتبرها العلماء أسرع تغيرات حدثت على مستوى العالم انهيار الكتلة الشرقية اللي هو الاتحاد السوفيتي وتفكك حلفه العسكري اللي هو حلف ورسو الله يبقى أنا كده بستنتجه هوا لسه هنتكلم في الحلقات الجاية يا جماعة عن الأحلاف العسكرية ونشوف يعني إيه حلف ورسو يعني إيه حلف الناتو حلف بغدير الأحلاف اللي كلها ممكن عن حلف التاريخ منها يبقى أول حاجة عنده هوا انهارة الاتحاد السوفيتي في مفاجأة كانت مدوية الحياة بالنسبة للدول العالم وتفكك ماء الحياة في العسكري اللي كان بيداف عنه ورسو تفتتت بقى طبعا للتاريخ السوفيتي بقى لما تفكك حياة الدولة الكثيرة طبعا لقصة على قواته الاقتصادية وقواته العسكرية وقواته السياسية وقواته حتى في بركيب المجتمعي فضاعف قواته اتقسمت كمان دولة يغوزلافيا إلى مجموعة من الدول الصغيرة يبقى كنت عنده الاتحاد السوفيتي اتفكك وتفتت لدول صغيرة وكمان دولة يغوزلافيا بقت مجموعة من الدول الصغيرة بقصة يمكن الحاجة كمان إيجابية في ضمن هذه التغيرات السوفيتي وهو عودة المنطقة مرة أخرى كدولة اتحادية تضم ألمانيا الشركية والألمانيا الغربية في الدولة واحدة واطلقوا عليها ألمانيا الاتحادية اللي هي موجودة حتى الآن يبقى لدولة سوفيتي اتفككت يغوزلافيا اتفككت بينها عادة واحدة ألمانيا الشركية والغربية مرة أخرى تحت مظلة ألمانيا الاتحادية انتظار بقى الفكر الاقتصادي الرسميلي الفترة الفترة يا جماعة كله على طول الوقت صراع بين الفكر الاشتراكي الشموعي والفكر الرسميلي الاقتصادي اللي هو صادية السوف والفترة اللي زهرت بعد كده أثبتت فعلا فشل ونهيان الفكر الشيوع الاقتصادي انتصار الفكر الاقتصادي الرسميلي وانتشاره في اقتصاديات العالم بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وبركة معظم الدول تغير سياسة الاتصادية وانتاج الفكر الاقتصادي الرسميلي التابع للولايات المتحدة السماع الأساسية لخارطة العالم السياسية انها بتغير مستمر وعدم سبات يمكن ان قلنا في العالم ده في العلاقات الاول قالت لو فاكرين قلنا ان الخارطة العالم الطبيعية جبال هضاء بسهول انا قد دي كنت تقريبا احد المياه يا جماعة سبت لكن امريكية السياسية بقى هي تدرس السياسة والدول والامبراطوريات وعلاقة الجول حاجات كلها طبعا اكيد هي بتتغير باستمرار وتتساعدها سبات ودي سمت الخريطة السياسية العالمية التغير المستمر فيها مثل ما حدث في الماضي وهذا وما يمكن التغير يكون بطيء او سريع او هتتخيل عزيز الطالب ان هي دي شكل الخريطة السياسية العالمية اللي موجودة الان هتبقى موجودة بعد خمسين مئة سنة يعني لو تراحنا هنا سؤال عميك يا جماعة سؤال تأملي كده تخيل خريطة الوطن العربي بعد مئة سنة تخيل خريطة كارة افريقيا بعد مئة سنة تخيل كده حسب القوة حسب الموازين اللي فيها هتفضل الدول دي منفصلة ولا هتتحد مرة اخرى في بينها مصادر قوة والنقاط ضعف الحاجات دي العلاقات الخارجية تأثير الكوات الاستعمالية الاقتصادية عليها وتأثيرهم عليهم كمان في التكتلات الاقتصادية الدولية ده كل يا جماعة بيطرح تساؤلات هل خريطة العالم هتفضل زي ما هي اكيد طبعا في تغيرات جاية في الطريق التغيرات التي حادث في القرن العشرين العوامل الجغرافية والمتغيرات اللي بتأثر على مستقبل خريطة العالم يعني ايه العوامل اللي ممكن تأثر يا جماعة على مستقبل الخريطة السياسية للعالم ودخلينا نشوف تغير من هنا او تغير من هناك العوامل هذه زهرت في السنوات الاخيرة من القرن العشرين واوائل الالفية التالتة طيب السؤال بيطرح نفسه وشايف السفسار في عين بعض الطلاب بيقول لي ما هي هذه العوامل اللي ساعدت على سرعة وتطور الخريطة السياسية العالمية وما يحدث بها من تغيرات اولا انتهاء الصراع الايدولوجي بين الشعيعية والرأسمالية خلاص ليه واحد يقول لي ممتاز ساموا واحد يقول لي بسبب انهيار للتحادث فعلا الناس المركزة يا جماعة تقدر تستنتجي الاجابة بسرعة حتى من قبل ما يقولها بوضي انتهاء الصراع الايدولوجي كلمة ايدولوجي عن الفكر السقافي يا جماعة هو كان ناس بتنتهج الفكر الاقتصادي الرأسمالي وفي ناس بتنتهج الفكر الاقتصادي الشيوعي خلاص طبعا انهرت عدس فيه بقينا خلاص الرأسمالية المنتشر زهور العولمة كمان والشركات زول الانسيات المتعددة من سيادة القومية للدول يعني شوفنا العولمة هتلاقيها عندك كطلاب ادب في الفلسفة في علم نفس هتلاقيها في التاريخ هتلاقيها بسو كمان طلبة عدب في كتعة انجليش جاية ترانسليشن او جاية جاية حاجات كلها ممكن هنتعرض لها بس مفهوم العولمة عندنا في الجغرافيا السياسية بيختلف شوية لكن العولمة طغت دلوقتي واثرت على كل نواحي العلوم الانسانية والعلوم العلمية المتقدمة ظهور البنك الدولي بقى وصندوق النقد الدولي وتدخلهم في الشؤون الداخلية للدول وتأثيرهم على استقرار تلك الدول وسيارتها يعني شيء طبيعي بنسمع كلنا أو بنتابع السياسات العالمية يمكن دولة محتاجة تاخد كرد من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شاركة في بعض المشروعات لكن صندوق النقد الدولي ممكن يطرح بعض الشروط على هذه الدولة علشان تجري بعض الإصلاحات الداخلية فيها أو لكن طبعا الدولة القوية بتعمل توازن بين شروط هذا الصندوق وما يترتب عليه من تأثير على الأمن والقوم بتاعها وتأثير على السياسات الداخلية والخطط الاستراتيجية طويلة المدى هنا صندوق النقد الدولي للأسف والبنك الدولي ممكن يستخدم هذه السلطة بتاعته أنه يفر تدخله على بعض الدول أو يتدخل في شؤونها الداخلية بأظهور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتدخلهم في شؤون الداخلية للدول وتأثيرهم على استقرار تلك الدول وسيادتها انتشار سباق التسلح في العالم خصوصا في منطقة الشرق الأوسط يمكن كلنا دلوقتي بنلاحظ أن معظم الدول وخاصة في منطقة الشرق الأوسط بتتسابق تسليح نفسها وتقويد جيشها قسطولها طيرانها الكوات البشرية الخبرة المهارة تدريب الزخيرة الأسلحة وسائل التكنولوجيا الحديثة العسكرية الـ GPS والاستشعار عن بعض والحاجات دي كلها الأكمار الصناعية العسكرية دي كلها يا جماعة موجودة الآن وكأننا في صباق كبير جدا جدا بس مش صباق خيل أو صباق جري ولكن صباق التسلح ده بيأثر على العلاقات الدولية دلوقتي وبيأثر على خريط العالم أيضا عندي ثورة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات مما أثر في نشر الوعي بين الشعوب والاستقرار السياسي للدول خلاص بقى صعب تفصل أي دولة عن مجريات الأحداث العالمية على الخريطة السياسية العالمية لأن التكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات وتبادلها بقت سريعة جدا بقى الواحد هو قاعد مكانه يقدر يتابع أي أحداث في أي دولة تانية سواء أحداث سياسية أحداث عسكرية أحداث رياضية أتى أحداث اقتصادية مؤتمرات دي كلها يا جماعة بقت دلوقتي في متناول الجميع وبقت في ثورة في الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ودلوقتي بقى فيه وعي كبير جدا جدا بين الشعوب بين الاستقرار كان زمان ممكن إشاعة ممكن معلومة مغلوطة ممكن حاجة مدسوسة على المجتمع تعمل فتنة تعمل قلق لكن دلوقتي خلاص الشعوب في الدول بقى عندها وعي بقى عندها رغبة في الاستقرار السياسي لتحقيق الإنجاز الاقتصادي المنشود لها ظهور مشكلة قضية اللاجئين والهجرة الغير شرعية خصوصا في أوروبا تبديه حتأثر إزاي ما ده حيبقى لها حلقة لوحدها يا جماعة يعني شيء طبيعي لما نلاقي لاجئين من كارة أو من دولة فقيرة رايحين دول تانية في أوروبا شو بقى رايحين بثقافة إيه ورايحين بأمراض إيه ورايحين بالفقر بتاعهم ورايحين بالخبرات والمهارات العملية المتدنية جدا جدا وبقى فيه هجرة غير شرعية دي كلها بتأثر على استقرار الدول وعدم استقرارها وظهور مجموعات غريبة والتجارة في الهجرة الغير شرعية وتهريب العمالة دي كلها قضايا يا جماعة حنشوفها لسه في الحلقات الجاية إن شاء الله ظهور أيضا الصراع بين الدول على المياه خصوصا في المناطق المحدودة في مواردها المائية يعني نقدر نقول يا جماعة الحرب الجاية فعلا في المستقبل مش هتبقى حرب بين دولة ودولة عشان تمتلك قطعة أرض أو تاخد منها بيربترول لا تأمين الموارد المائية بقى قضايا استراتيجية وأمن وقومة دلوقتي بقى تقريبا معظم الصراعات اللي جاية في العالم بين الدول في معظم العالم هتبقى على تأمين مصادر المياه اللي هي سر الحياة يبقى ظهر أيضا صراع بين الدول على المياه طيب احنا خلال عرضنا اللي فات قلنا ظهور الشركات ذو الجنسيات المتعددة وهو جابها لي بعد ما خلصها في الكتاب بيقول لي ما المقصود بالشركات متعددة الجنسيات تعال نشوف تعرفها كده هي شركات بيأسسها أفراد أو مساهمون من دول وجنسيات مختلفة وتتمتع بشكل قانوني محدد في عقد التأسيس في دولة ما تسمى دولة المكر التي يوجد فيها المركز الرئيسي للشركة وده تعريف مهم يا جماعة ممكن يقول لي ما المقصود وممكن يقول لي ضع مصطلح وتأخذ جنسية هذه الدولة يعني الدولة الأم اللي هي وقعت فيها عقد التأسيس بتبقى تابع لها وتخضع لقوانين دولة المكر ولكل الشركة بقى بتبدأ تفتح فروع في عدد كبير من الدول لذلك بتسمى شركات متعددة الجنسيات المشكلات السياسية في العالم قبل أعزائي لما نتكلم على المشكلات السياسية في العالم تعالوا بينا نشوف دلوقتي لو طفنا كده بخيالنا على الخريطة السياسية العالمية ومسكنا الألم قدامنا على الخريطة وشوفنا تحديداً يعني عايزين نحدد المناطق الملتهبة اللي فيها نزاعات ومشكلات سياسية هي دي يا جماعة المشكلات اللي بتبقى ناتجة عن عوامل اجتماعية عن عوامل اقتصادية ويمكن في الأساس بتبقى عوامل اقتصادية رغبة دولة في السيطرة على موارد دولة أخرى فهي بتطل على مضيق مهمة فهي عايزة تبقى مشرفة على هذا المضيق أو عايزة تفتح فيها قاعدة جوية عشان تبقى قريب من قاعدة بتاعها أو بتتجسس في مياه الإقليمية دي كلها مشاكل بترخي ظلالها على المشكلات السياسية في العالم عندي مشكلات عديدة جدا 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 ولكن احنا منهجنا يمكن حيتكلم على تلات مشكلات فيه عندي مشكلة سابتة ومليلة ودي قضية مشهورة جدا جدا في المملكة المغربية مع اسبانيا وفيه عندي مشكلة كشمير بين باكستان وبين الهند وكمان حتى تنقل الرعاة في أفريقيا بالمراعب تاعتهم بالأغنام بالأبكار ده بيقدي إلى حدوث مشكلات على الحدود السياسية بين الدول يلا بينا نشوف بالتفصيل بقى المشكلات السياسية اللي موجودة في العالم وناخد نمازج عليها المشكلات السياسية اللي في العالم عايزين الأول نعرف المشكلة السياسية يعني ايه مشكلة سياسية المشكلة السياسية هي اي تهديد للدولة بيمس سيارتها على أراضيها او استقرار شعبها وتماسكها من الخارج يعني أي حاجة يا جماعة هتهدد أمن وسيادة الدولة وتمسك شعبها دي هسميها مشكلة سياسية في الأساس معظم المشكلات السياسية اللي بتهدد أمن الدول في العالم سواء من داخل الدولة أو من خارجها هي بالتأكيد يا جماعة ميراس ومخلفات الدول الاستعمارية اللي تركتها وراءها في مستعمرتها شيء طبيعي لما الاستعمار هيمشي مش هيسيبنا كده حلوين إخوات متحبين مع بعضينا علاقتنا كوية ده بيزرع بيننا الفتنة قبل ما يمشي علشان يقدر يسيطر بعد كده علينا حتى بعد ما يمشي وهو بعيد ودل على كده أنه لا توجد مستعمرة سابقة ليس بها مشكلات سياسية الآن يعني كل المناطق اللي كانت وقاعة تحت الاحتلال معظمها في الأغلب كلها بتعاني من مشكلات سياسية طيب أهم المشكلات السياسية اللي بتهدد أمن الأوطان يعني هي بس كده يا جماعة بيجي الانطباع يعني أن المشكلات السياسية دولتين بيتخنقوا على مدينة منطقة حدودية أو على حاجة مشتركة بينهم أو غابة لأ تعاني شوف كده المشكلات السياسية على الحدود السياسية هي أحد أنواع المشكلات السياسية يعني مشكلات حدودية أيضا مشكلة الأقليات خاصة العرقية والدينية يعني لو فيه أقليات من دين معين جوه دين تاني منتشر معظم سكان الدولي بيعتنقوه ده بيصير مشكلة مع دولة تانية مشابهة للأقلية في الدين بتاعها أو العرق اللون يعني طيب مشكلات التخلف لأن الاستعمار أيضا تعمد تحويل المستعمرات مصدر للمواد الخام وسوكا لمنتجات وبالتالي تعمد عزل مستعمراته عن الحضارة والتعليم أيوة جزء من التخلف اللي موجود دلوقتي في دول العالم الثالث أو دول الشرق الأوسط هو أحد أسبابه الاستعمار لأنه كان بيتعمد يا جماعة يدمر التعليم وطبعا أنتوا كلكم خبرة بقى في التاريخ عندنا لما شفنا إنجلترا بعتت مستر دانلوب الراجل بعتها عشان ينشر الأمية في مصر بين الزكور وبين الإناس وما يخرجش غير موظفين هو ده الاستعمار يا جماعة حتى بعد ما يمشي مشاكله موجودة في المستعمرات في عندي أيضا مشكلات اقتصادية مثل مشكلات المياه ومشكلات الطاقة أي وممكن دولتين يتخنقوا على زي ما قلت تأسيم مية نهر إقامة سدود مشروعات على النهر يشتركوا في الصدف الملاحة وأيضا على مشكلات الطاقة عندنا مناطق محايدة كتير في الوطن العربي زي بين السعودية والكويت الكويت والعراق على تقاسم الطاقة اللي موجودة على المناطق الحدودية الاستعمار بقى والمشكلات الحدودية مناطق الحدود السياسية المتنازع عليها بين الدول تعاني من مشكلات زيادة غير مشكلات الحدود نفسها يعني يا جماعة يعني المناطق اللي موجودة على الحدود بين الدول مش بس كمان هي منطقة نزاع علشان هي منطقة حدودية دي بتعاني من مشكلات أخرى عديدة إن هذه المناطق بتصبح بين الدولتين مناطق غير مستقرة ودائما متوترة بيمكن أن تتحول فجأة إلى مصرح للحرب بين الدولتين يعني لو في خلافات سياسية يعني زادت حدتها بين دولتين ممكن فجأة يقرروا الحرب والصراع العسكري طب مين هي أعضح هي بقى؟ اللي هي أعضح هي فجأة هم سكان المناطق الحدودية اللي موجودة بين الدولتين فجأة بتتحول إلى مصرح للحرب عدم تحقيق التعاون بين الدولتين في الاهتمام بهذه المناطق وتظلمهم لو كأن الدولتين يا جماعة اتفقوا يعني شبه اتفاق كده من بعيد لبعيد إن هم مش عايزين يعمروا هذه المناطق بقولك مناطق يعني ممكن تبقى ساحة حرب يعني لو بنية تحتية صرفت فيها بقى طرق وكباري ومنشآت ومستشفيات مدارس الأخير ومصانع فجأة ممكن تتدمر ولا نصرف عليها ليه؟ لأ خليها كده وكأنهم اتفقوا إن هي تفضل مناطق مهملة برضو اللي بيدفع الدريبة الناس اللي عايش فيها تظل هذه المناطق طبعا محرومة من جهود التنمية والتطوير من كلا الدولتين لو هننتقل يا جماعة مجموعة من الأسئلة علشان نقيز بقى التركيز اللي كان موجود معنا خلال الحلقة بقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأكواس من الدول غير كاملة العضوية في الأون متحدة أسبانيا، فلسطين، إيطاليا، الهند لاختيار الصحيح دولة فلسطين اختر تضم خريطة العالم السياسية الآن حوالي 150، 170، 190، 200 دولة لاختيار الصحيح طبعا 200 دولة اختر يبلغ عدد الدول كاملة العضوية في الأون متحدة 160، 169، 175، 193 دولة لاختيار الصحيح 193 دولة اختر من الدول التي انكسمت في بداية القرن العشرين ألمانيا، السودان، إيطاليا، البرازيل الاختيار الصحيح دولة ألمانيا اختر في النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت بجانب الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مجموعة دول شرق الصحراء جنوب الصحراء عدم الانحياز دول الساحل والصحراء الاختيار الصحيح مجموعة دول عدم الانحياز اختر في أواخر القرن العشرين انهار حلف الناتو شرق أسيا أمريكا اللاتينية وارسو فاكرين يا جماعة لما قلنا الاتحاد السوفيتي انهار فانهار معاه الحلف العسكري الخاص به ممتاز سامى واحد بيقول لحلف وارسو ولسه هناخده بالتفصيل يا جماعة في الحلقات الجاية ان شاء الله اختر من الدول التي تفككت مع أواخر القرن العشرين الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي استراليا كندا الاختيار الصحيح الاتحاد السوفيتي اختر من الاتحادات التي تفككت في نهاية القرن العشرين الاتحاد الباسيفيتي يوغزلافيا من المشكلات التي تهدد امن الدول مشكلات التخلف الاقليات الحدود كل ما سبق الاختيار الصحيح كل ما سبق ننتقل اعزائي المجموعة اخرى من الاسئلة مجموعة اسئلة ما المقصود بكل منه يترى ايه المقصود بالمشكلة السياسية هي اي تهديد للدولة يمس سيارتها على اراضيها واستقرار شعبها وتماسكها من الخارج معظم المشكلات السياسية اللي بتهدد امن الدول في العالم من داخل الدولة او من خارجها هي ميراس ومخلفات الدول الاستعمارية اللي تركتها وراءها في مستعمراتها ودلي على كده انه لا توجد مستعمرة سابقة ليس بها مشكلات سياسية حتى الان وبكده اعزائي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وحتى نلتقي في حلقة اخرى قادمة لكم مني وقسة البرنامج كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته